السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة جدا اللي هيشلفينه الصحي بالشوفان مشبع وليل السعرات بيكون طري مكوناته موجودة في كل بيت مفيش مكونات كتير وصفة النهاردة وصفة بتتكلم عن نفسها لو اول مرة تشوفوا القناة اهلا وسهلا بيكو قناة سنسولة سلوة للوصفات الصحية ودايما دايما بشجع الاكل الصحي بكل اشكاله والواني عندي هنا الاول حاجة نص كباية من الشوفان نص كباية واحدة من الزبادي اللي هي بيكون مئة وسبعين جرام اربع بيضات او ثلاث بيضات كبار معلقة واحدة صغيرة من الخل معلقة واحدة صغيرة من البيكن بودر في المقاذير ناقص عندي معلقة زبدة بس مش هستعملها دلوقتي اهم حاجة في وصفة النهاردة ان البيض يكون طازق فحنا اول حاجة هنفصل البيض عن السفار طبقين يكونوا نشفين تماما على اليمين هحط الاربع اصفر بيت وعلى اليسار هنحط الاربع ابيض بيت كل الشغل اللي هنحطه دلوقتي هنشتغل على صفار البيت هنحط عليه كل المكونات اللي قدامكم اما بيض البيت هنحط عليه فقط الملح طيلا نحط على الاربع اصفر بيت معلقة واحدة صغيرة من الخل وعليها كباية واحدة من الزبادي اللي هي بتكون مئة وسبعين جرام بدرجة حرات الغرفة اللي مطلعها شوية من قبلها لو بنعمل الزبادي في البيت وعايزين نقيس مئة وسبعين جرام هنجيب المكو بتاع الشاي ونقيس منه تلاتة ربع كباية حطيت البيكن بودر ودلوقتي هحط معلقة الزبدة الكبيرة اللي انا دودتها لسه هحط البيكن بودر اهو ملا انا حطيت اي من شوية الخل يمكن الخل والزبادي والبيد والايه والبيكن بودر ونقلب كده وبعدين نبتدي ننزل بنص قباية الشوفان المطهوم نص قباية حوالي خمسين جرام اتأكدنا اللي كل المكونات تجانست مع بعض يبقى احنا خلاص كده هنحط الطبقة ده على جنب ونجيب بقى مضرب البيت اللي هو الكهربائي عشان نضرب بياض البيت شرط مهم جدا ان المضرب اللي احنا هنستعمله هيكون ناشف وكمان الوعاء اللي احنا حطينا فيه بياض البيت اصلا كمان كان ناشف وموصلش ولا نقطة من الصفار وموصلش ولا نقطة مية ليه كل اللي حطناه عليه زي ما اتفقنا حطينا عليه رشة الملح خلوني حط بس بورد من تحت كده عشان الطبق بيجري مني دايما وبصوا بقى زي ما انا لما ابتديت كده ابتديت على سرعة اولى او تانية واول كده ما يبتدي يتغير معي القوام بتاع البيت كده نبتدي نعلي السعرات واحدة بواحدة السرعات قصدي مخي كله في السعرات الحرارية لان كنت فاكر احسبها ولكن ان شاء الله احسبها لكم برضو واكتبها في صندوق الوصف او اكتبها في التعليقات انا بسجل الوقت الفيديو ومالحقتش صراحة احسب السعرات لكل الرغيف كام طيب انا هنا بالوقت وصلت الى اعلى سرعة عندي اللي هي التربو وهبتدي اضرب كده في البيت لحد ما يتمسك معنا على المضرب بتاعي ده طبعا كل مضرب يكون على حسب الواط بتاعه على المضرب بتاعي ده بياخد معي دقتين او دية او مصر المضرب الكهربائي ده كان سبعمية واط دايما لما نشتري حاجات زي كده للبيت نحاول احنا نجيب الاجهزة كروائية الوط بتاعها عالي عشان تكون كفائتها احسن صراحة بتفرق جدا على مدار السنين بقى الواحد جرب حاجات كثير طيب انا كده بياض البيت خلاص جاهز طيب في المرحلة دي وانا رايح احط المضرب في الحط هروح اشغل الفرن على ضربة حرارة 180 عشان خلاص اول مخلص على طول يكون لحق يسخن شوية بصوا بقى بياض البيت عندي مضرب ازاي كسيف كده وجميل هناخد شوية من بياض البيت هنخفف به الخليط بتاع سفور البيت ودي خطوة مهمة جدا ما نحطش ده على ده على طول نحافظ على الهواء عشان يطلع معينا العيش يكون فلافي وطاري وجميل جدا هياكبكم ان شاء الله بالنسبة للناس اللي هتقول يا سلوى كمية البيت كثيرة على العيش وكده هيضيع اي زفارة البيت يكون طازة هيضيع اي زفارة كمان عمتا هو كده الكمبينيشن بتاعه او المكونات مع بعضها هتعمل ليه طعم معقول جدا مش هنحس ابدا باي حاجة واحنا نبقى عايزين ناكل العيش كده هو فضش وكمان دعمنا الموضوع بمعلاقة زبدة يعني ايه؟ ولا ارواع من كده طيب بعد ما حطيت معلقتين كده من بيض البيت خلاص كده حطينا بقى كل الخليط بتاع السفار بكل حاجة عليه على البيض البيض على طول كله ونبتزي نقلب كده من تحت الفوق عشان تتجنس كل المكونات مع بعض طيب التارية التسوية او اللي احنا هنحطه في ايه؟ ده راجع لنا والله لو احنا ما عندناش اي اوالب وعايزين الوصفة نجربها ممكن نحطه في اي صانية وبعدين نبقى نقطعه كده وناكله مثلا زي التوست او حاجة ممكن يعني لو احنا حطناه في قالب زي التوست او صانية تكون مفروضة شوية ممكن ولكن انا عندي هنا اوالب فمش اغلب نفسي ونحطها فيها يعني اللي عنده اوالب واللي ما عندناش يتصرف يحطها في اي صانية هتنفع وتتلع معي خبز يكون جميل ونحن ممكن نقطعه زي ما احنا عايزين مقاسه بعد كده هي مش بتدهن ولكن برضو احتياطي اهدهنها واحط شوية سمسم من تحت لان لما هاجي اسويه هقلبه بعد كده في الاخر يعني يكون الشكل بتاعه من تحت فههتم بقى لان احط من تحت سمسم احط شوية سمسم كده او ما نحطش الناس منش عايزة سمسم ما تحطش مبروح كنا نشتري عايش فينو كان بيبقى فيه عايش بسمسم ومفيه عايش من غير فقط براحتنا ونبتتي نملة الاولب دي مش قوي برضو عشان هي بتعلق في الفرن وهنشوف ان هي اسناء التسوية عالية جدا بعد ما بتستوي بتقعد شوية بتنزل تهبط تاني ولكن اهم حاجة نتأكد من التسوية وهقول لك على كل التكات اللي هتخلي التسوية بتاعته من الحاجات المهمة جدا يعني اللي بيشوف الوصفة زي كده وقوم نجربها من غير ما نشوف التسوية لأ يعني لازم برضو نشوف كل حاجة دقيقة وخصوصا من الوصفة جديدة وحصرية يعني معلش ايه نشوف الوصفة دي اول مرة وبعدين نكتب الملاحظات دي في اي حتة كده وتبقى معانا واحنا بنشتغر او يعني شغلوا الفيديو وانتو بتعملوا الوصفة عايز اقول لكم على حاجة انا في وصفات كتير بقدمها وببقى نسيها بشغل الفيديو وصفاتي يعني انا بشغل الفيديو وعمل مع الوصفة وبعد اقول دي ايه ده نقيلة كل حاجة طيب احنا سخنا الفرن زي ما اتفقنا على ضربة حرارة 180 على الرف الشبك بتوعد حوالي 20 دقيقة بعد كده ممكن ندفع عليها الفرن من تحت ونشغل عليها الشواية من فوق ثلاث اربع دقيقة مهم جدا بقى بعد التسوية نسيبها جوه الفرن برضو نفس الوقت اللي احنا سيبناها في احنا سيبناها في الفرن 23 دقيقة نسيبها برضو تبرد جوه الفرن وهو مطفي 23 دقيقة بعد كده نطلعها برد فرن ونسيبها تكمل انها تبرد برضو تاني وبعدين نقلبها عن ناحية تانية زي ما احنا شايفين كده شايفين ما شاء الله حجمه عامل ازاي كده كمان كان ارتفع وكمان هبت يعني كده هبت معانا اكتر مكان في الفرن ولكن وصفة جميلة جدا اتعجبكو بصوا بقى هما سبعة على عدد ايام الاسبوع شان ما حدش يقولي ناكل كام واحد عرفت بقى تاكل كام واحد هو واحد حلو اغ وكادت ان ناكله اוחوا انه اللي انتم عليك George واحده mengambil ولكننا كده ا length نعم نقل واذا لا نجد كده قبل الجديد فوقفه غدا وعمل كده لا تفرقه عن طعم���eters ان تصدر بما كانوا During video والمكونات دي شوية غالية على انها تكون يعني في خبز يعني ولكن احنا بنعمل حاجة صحية بنعمل مكونات يعني تفيدنا في صحتنا فاتمنى انتو تجربوه ولو حتى تجربو نص المقدار وتشوفو كده طيب تعالوا بقى نشوف المقدير العاشل في نص صحي بالشوفان عشان نعمل سبعة زي ما انتو شايفين عايزة نص كوباية من الشوفان المطكون اربع بضوط هنفسل للصفار عن البياض كوباية من الزبادي معلقة صغيرة من الخل ومعلقة صغيرة من الباكين بودر ورشة الملح والمعلقة الكبيرة بتاعت الزبتة اللي هي هتدي برضو ايه طعم وطراوة وحلاوة وبحاجة جميلة جدا اللي مش عايز يحط زبتة يقدر يحط زيت زاتون مثلا او اي مادة دهنية اتمنى ان شاء الله وصفة النهار دا تكون عجبتكو واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة